في الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه الكلام هو الكلام والمضمون هو المضمون لكن لتشديد المعنى أقرأ ما جاء فيها وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان حيث نخاطب أمير المؤمنين عند زيارتنا له يوم الغدير فنقول له لسيد الأوصياء يا أمير المؤمنين وأنه يعني أن رسول الله الضمير هنا وأنه يعود على رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب السياق المتقدم فأنا أقرأ من وسط الزيارة الشريفة وأنه أنا رسول الله وأنه القائل لك ماذا قال رسول الله وأنه القائل لك وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِ ما آمَنَ بِي مَنْ كَفَرَ بِكَ نشهد له بأنه سيد الوجود نشهد له بالرسالة وبالنبوة وبما هو أعظم من ذلك ما الرسالة ومن نبوة بأعلى شأن من شؤون محمد إنها شيء من شؤونه إننا نشهد لمحمد بالرسالة وبالنبوة في عقولنا وفي قلوبنا وبألسنتنا فكذاك لا بد أن نشهد لعلي بعقولنا وقلوبنا وبألسنتنا وفي كل مكان وفي الصلاة لأنها هي أهم الأمكانة فإننا إذا ما شهدنا لعلي بالولاية بالألفاظ لقد كفرنا بالشهادة بالرسالة بالألفاظ الكلام واضح هذا هو لحن القول ودعكم من هراء مراجع النجاف وأنه القائل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه القائل لك يا أمير والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك إننا نؤمن بمحمد عقلا وقلبا ولسانا ولا بد أن نؤمن بعلي كذلك عقلا وقلبا ولسانا فحيثما كفرنا بجزء من هذا من علي كفرنا بجزء من محمد صلى الله عليه وآله وأهم موطن في حياتنا نعلن فيه عن إيماننا برسول الله عقلا وقلبا ولسانا في الصلاة لأن الصلاة وجه ديننا و لأن الصلاة عمود ديننا هنا نعلن في صلاتنا عن إيماننا بمحمد عقلا وقلبا و لسانا و في الصلاة نفسها نعلن عن إيماننا بعلي عقلا وقلبا و لسانا و إلا فحيثما كفرنا بعلي كفرنا بمحمد هذا هو منطق محمد بل هو منطق الدين من أوله إلى آخره و الآية السابعة و الستون بعد البسملة في المائدة هي أقوى من كل هذه المعاني و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و أنه القائل لك و الذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك و نحن نؤمن بالله أيضا عقلا و قلبا و لسانا فإذا ما جحدنا حق علي في ذكره الواجب في الصلاة فقد جحدنا حق الله و لا أقر بالله من جحدك و قد ضل من صد عنك و لم يهتدي إلى الله و لا إلي من لا يهتدي بك الاهتداء يكون عقليا و قلبيا و لسانيا إننا نهتدي بعلي و إلى علي نهتدي به و إليه بعقولنا و قلوبنا و ألسنتنا إذا اهتدينا فقط بعقولنا و قلوبنا من دون ألسنتنا هذه هداية بتراء ناقصة عوراء كصلاتكم يا أيها الشيعة المغفلون الديخيون هكذا نقرأ في الزيارة الغديرية و أنه القائل لك و الذي بعثني بالحق ما آمنت من كفر بك و لا أقر بالله من جحدك و قد ضل من صد عنك و لم يهتدي إلى الله و لا إلي إلى رسول الله من لا يهتدي بك و هو قول ربي عز وجل و إني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم ثم اهتدى إلى ولايتك الحقيقة واضحة صريحة و لكن ماذا نفعل لهؤلاء الذين انتكست فطرتهم هؤلاء مناحيس عالم الفقه جاءونا بكل ما هو في غاية البعد عن آل محمد و سموه لنا فقه آل محمد زورا و كذبا و ضحكا على ذقوننا و ماذا نقرأ أيضا في زيارة صاحب الأمر و المعنى واحد الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله و خليفة آبائه المهديين هكذا نخاطب صاحب الأمر أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال و تزك الأفعال و تضاعف الحسنات و تمحى السيئات فمن جاء بولايتك و اعترف بإمامتك اعترف الاعتراف باللسان أين نعترف بإمامة صاحب الأمر بإمامة أمير المؤمنين نحن حين نسلم في آخر الصلاة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لا يضحكون عليكم مراجع النجف يقولون لكم إنه سلام على الملائكة هذا سلام على إمام زماننا إننا نختم الصلاة بالسلام عليه كي يختم صلاتنا برد السلام علينا فإذا ما رد السلام علينا قبلت صلاتنا ملائكة بيشكلوا ورد في الروايات هذا المعنى من أن السلام على الملائك هذا كلام يتناسب مع عقيدة المخالفين ملائكة بيشكلوا نحن نسلم على صاحب الأمر الملائكة خدامنا و خدام شيعتنا يضحكون عليكم هؤلاء لا يعرفون فقه محمد و آل محمد أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزك الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك هذا الاعتراف أين يكون واجبا لا بد أن يكون في الصلاة عنوانه ذكر علي ذكر علي هو ذكر القائم و ذكر القائم هو ذكر علي وسأقرأ عليكم الروايات كيف أن الأئمة أمرون أن نسلم على محمد و آل محمد في الصلوات و أن نذكر أمير المؤمنين الروايات موجودة في كتبنا هؤلاء رفضوها مراجع النجف بحجة ضحف الأسانيد إنها قذارات علم الرجال الناصبي الروايات كثيرة وثيرة في كتبنا و سأضع المصادر بين أيديكم أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزك الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله و صدقت أقواله وتضاعفت حسناته و محيت سيئاته إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة و صدقت أقواله إنما تصدق صلاتنا التي هي أهم أقوالنا تصدق حينما تكون ألفاظها مشتملة على ذكر علي ماذا تقولون أنتم إنها وحدة متناسقة ما بين الأدعية و الزيارات و الآيات و الروايات هذا هو منهج لحن القول حينما يقولون إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول هذا هو لحن القول أن نعرف مقاصدهم حينما يتكلمون حينما يفسرون القرآن أن نعرف ماذا يريدون و حينما يبينون لنا الحقائق في أدعيتهم في رواياتهم في زياراتهم أن نشخص مرادهم صلوات الله عليهم وفقا لقواعد فهمهم هذا علي يفهمكم بعدي هكذا بايعنا في الغدير وفقا للمنطق العلوي له وفقا لهذا المنهج الأخبار الذي يدرسونه في حوزة النجاة كل الزيارات وكل الأدعية وكل الروايات تتحدث عن هذه الحقيقة الصلاة ظهور لفظي باطنها آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم ونحن لا نستطيع أن نفكك بين الظاهر والباطن إذا فككنا بين الظاهر والباطن كفرنا وضللنا ماذا يحدثنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنني أقرأ من بصائر الدرجات لشيخنا الصفار من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة أربعمية أو خمسة وثمانين الحديث الخامس بسنده عن هشام عن الهيثم التميمي قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يا هيثم التميمي إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء إن قوما آمنوا بالظاهر إنهم أصحاب السقيفة والذين تابعوهم من الشيعة أيضا الذين وقفوا عند مرحلة التنزيل وما أخذوا الدين من مرحلة التأويل مما بعد بيعة الغدير يا هيثم التميمي إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن هذه الفرق الباطنية الملعونة أمثال السبائية أمثال الخطابية ألا لعنة الله على الأحياء منهم والأموات ممن هم هنا في لندن أو في غير لندن وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا ولا إيمان بظاهر ولا باطن إلا بظاهر ولا إيمان بظاهر من دون باطن ولا باطن من دون ظاهر إلا بظاهر الإيمان إيمان بظاهر وباطن في كل المراحل بالضبط الآن حينما تلبس ثوبا مبطنا ما هو كل ثوب له بطان حتى لو لم يكن هناك من قماش يخاط من داخله ما هذا ظاهر الثوب والجهة الثانية باطن الثوب فهل نستطيع أن نتصور جزعا من ظاهر الثوب من دون باطن لا يمكن ذلك إذن لا وجود للظاهر من دون الباطن ولا وجود للباطن من دون الظاهر الظاهر يتقوم بالباطن والباطن يتجلى في الظاهر هذه هي الحقيقة يا هيثم التميمي إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا ولا إيمان بظاهر ولا باطن إلا بظاهر الإيمان بظاهر وباطن ولا باطن إلا بظاهر لأننا لا نستطيع أن نتصور الظاهر من دون باطن ولا نستطيع أن نتصور الباطن من دون ظاهر هذا الثوب الذي أرتديه له ظاهر هذا الذي يبدو وله باطن يكون تحت هذا الظاهر فكل جزء من الظاهر تحته جزء من الباطن فهل يمكن أن يكون جزء من الظاهر من دون أن يكون تحته جزء من الباطن وكذلك هل يمكن أن يكون جزء من الباطن من دون أن يكون فوقه جزء من الظاهر إنها عملية تطابق بالضبط كتطابق المسبحتين في حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي القضية أيضا في فقه محمد وآل محمد لابد من التمسك بالظاهر والباطن وهذا هو الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نخاطبهم فنقول مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم فمثلما نؤمن بأولهم وآخرهم ونؤمن بشاهدهم وغائبهم نؤمن بظاهرهم وباطنهم مؤمن بسركم وعلانيتكم السر والعلانية إنه الحديث عن الظاهر والباطن ولا إيمان بباطن إلا بظاهر مؤمن بسر وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم في زيارة وارث في زيارة سيد الشهداء وكل هذه النصوص أنا أقرأها عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نخاطب سيد الشهداء صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم المعاني واحدة لا نستطيع أن نؤمن بظاهر من دون باطن هذا هراء يخالف العقل يخالف المنطق الصلاة ظاهرها في ألفاظها وطقوسها و باطنها في ولاية علي فأين الظاهر في طقوسها و ألفاظها من ولاية علي أين هو فحينما نؤمن بالباطن لم ينفعنا و لن ينفعنا مثل ما قرأت عليكم قبل قليل الرواية عن صادق العترة و هو يخاطب هيثم التميمي إن قوما آمنوا بالباطن و لم يؤمنوا بالظاهر كفروا بالظاهر مثل ما تفعلون أنتم الآن تقولون من أن ذكرى علي في التشهد الوسطي و الأخير يبطل الصلاة لا يجوز هذا كفر بالظاهر بظاهر الصلاة فماذا قال إمامنا الصادق قال لم ينفعهم شيئا و لذا فإن صلاتكم باطلة حينما تصلون صلاتكم باطلة من دون ذكر علي المعاني واحدة متسقة في ظواهرها و في بواطنها و أنا لا أجد وقتا كافيا كي أتشعب في هذا الموضوع في موضوع الظاهر و الباطن هذا موضوع واسع جدا و أنتم لا تعرفون منه شيئا لأن مراجع النجف لا يفقهون منه شيئا أساسا إذا كانوا يفقهون شيئا من ذلك فأين فقهم هذا في كتبهم في أحاديثهم أو في منابر هؤلاء الخطباء الغبران الذين لا يتحدثون إلا بحديث مخالف لآل محمد أين هو فقهم هذا في أي مكان لو كان لبان لبان في دروسهم لبان في كتبهم لبان في فضائياتهم لبان على ألسنة هؤلاء الخطباء الذين يتحدثون بإسمهم القضية واضحة الصلاة وجه ديننا العنوان الأول في ديننا ولاية علي وديننا مبني على الإيمان بالظاهر والباطن هذه أصول آل محمد وليست الأصول التي جاءونا بها من الشافعي هذه أصول فقههم هذه أصول فكرهم هذه أصول عقائدهم هذه أصول تفسيرهم هذه أصول ثقافتهم هذا هو الذي قالوا من أننا نؤصل الأصول وأن تنفرعوا هذه أصولهم صلاتنا لها ظاهر وباطن ولا نستطيع أن نؤمن بباطن الصلاة ولا نؤمن بظاهرها فأين علي في ظاهر الصلاة لا بد من ذكره وإلا فإن صلاة باطلة 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 هذه هي الوردة الأولى من باقة ورود الجوري نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر